طبعاً تأكيداً على كلام الأخت عفاف هو الفيلم أو الناس اللي يتكلموا في هذا السلسلة أو الفيلم كانوا ناس يشتغلوا في أماكن حساسة في الشركات هذه ففعلاً استقالوا منها بسبب أنه في أشياء لا أخلاقية طيب إحنا لو نرجع للخوف شوية ونشوف إيش الأسباب أصل الأساسية اللي كانت إحنا الآن لما نستخدم الفيسبوك أو الواتساب أو أي برنامج من مواقع التواصل الاجتماعية في شغلة اسمها السن القانوني لإستخدام هذا التطبيق هل هناك واحد من الوالدين أن يطلع عليها ويقول لا طفلي تحت السن القانوني لإستخدام هذا التطبيق؟ لا يوجد مثلاً لنفرض الفيسبوك تقريباً بلاس 13 فوق سن 13 سنة لكن هناك ناس يستخدمون عمرهم 10 سنوات غير الفيسبوك عمرهم 10 سنوات اليوتيوب كمان اليوتيوب نزل تطبيق اسمه يوتيوب كيدز خاص بالأطفال فوق سن سنة ونص إلى ما فوق لما تدخل طفلك يعني يكون بمراقبة الوالدين المحتوى مخصص للأطفال بنوع ما نوع ما أفضل من اليوتيوب العادي لكن فيه بعض الأغاني فيه بعض الأشياء لكن مش نفس اليوتيوب العادي مثل هذا يعني أي نسبة مقالة لهذا أفضل نوعاً جميل لكن فيه مراقبة كبيرة وشديدة لكن هل الوالدين أصلاً مراقبين هذه الأوضاع؟ للأسف لا أستاذ أحمد بصفتك ناشط في هذا المجال وصانع محتوى أهم الأضرار على الأطفال والشباب خاصة المراهقين أهم الأضرار صراحة من وجهة نظري واللي واقعتها بشكل كبير أنه فيه اختراقات للخصوصية بشكل كبير لنفرض أنه مثلاً فيه كانت مشكلة موجودة ما زالت لحد الآن في بعض التطبيقات أنه يتصل لك اتصال فيديو ياخد صورتك بنفس الوقت ويدخله في فيديو إباحي مدبلغ ويقلس يهددك في هذا الفيديو وناس كثير موجودة حقيقي وواقعت وناس يرسلوني يومياً فيه يعني ليس مؤامرة ليس كما يقول المؤامرة ليس مؤامرة خالص حقيقي ولا اتهمت لتجاهات معينة موسيقى موسيقى